اكدت سعدة السيدة نور بنت علي الخليفة وزيرة التنمية المستدامة اكدت على اهمية العمل المشترك بين كافة دول العالم فيما يتعلق بمواجهة تحديات التغير المناخي وحرص مملكة البحرين الدائم بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم كافة الجهود التي تعنى بتعزيز الامن البيئي والمناخي العالمي جاء ذلك لدى مشاركة سعادتها في اجتماع قمة رؤساء دول مبادرة شرق المتوسط والشرق الأوسط لتغير المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في اطار مشاركتها ضمن وفد مملكة البحرين في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 وقد نوهت سعادة الوزراء بالقمة ومخرجاتها وأهمية مثل هذه القمم المشتركة في تعزيز العمل المشترك الذي يعنى بالشأن المناخي مشيرة إلى أن مملكة البحرين تسعى دوما من أجل الإسهام الفاعل في كافة الجهود الدولية التي تحقق تطلعات الهادفة للحد من أثار التغير المناخي من خلال تبنيها للمبادرات المتعلقة في هذا الشأن حيث أطلقت الخطة الوطنية لتشجير الهادفة إلى مضاعفة عدد الأشجار في مملكة البحرين وأعلنت عن استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بالإضافة إلى التزام المملكة بمجموعة من الأهداف بحلول عام 2035 والتي شاملت الاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون وتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% ومبادرات تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة حيث زادت مملكة البحرين منطقاتها المتجددة بنسبة 40% من العام الماضي